واحدة من السلاسل الجبلية الصخرية الشهيرة في الجنوب الليبي وفي مكانٍ أريد له أن يكون مشرفاً وشاهداً على حقبةٍ زمنيةٍ لن يمحوها التاريخ هذه الجبال تحمل أصالةً تاريخيةً من حقبةٍ عرفت بحضارة الجرمنت بعراقةٍ تصل لألاف السنين هنا في قرية الجعيرات ببلدية الغريفة وعلى قمة هذا الجبل نحت الجرمنتيون شواهد تاريخيةً على صخورٍ اكتشفت منذ زمنٍ لتوثق ضمن أقدم حضارات المنطقة نحن موجودين في أعلى نقطة من جبل يطل على محلة القائرات وهو من ضمن سلسل الجبلية تمدد من الأكاكوس حتى ماك خندوش وهو من أحد المواقع التارية التي موجود فيها عديد من الرسومات وترجع تاريخها إلى الحضارة الجرمنتية هذه الصخور نقشت على جوانبها رسوماتٍ تعتبر كلمحةٍ تاريخيةٍ عن حضارةٍ ازدهرت قديماً في هذا المكان موقعٌ تاريخيٌ يظهر ما كانت تكتنزه المنطقة من ثروةٍ حيوانيةٍ ضخمةٍ كالزرافات والفيلة وكيف يمارس الإنسان حياته اليومية في ذلك الوقت كالصيد والزراعة بأدواتٍ بدائيةٍ خلال فتراتٍ تاريخيةٍ متعاقبة كما قلنا فيها السابق في الجبل يحتوي عديد من الرسومات مثل الحيوانات التي منها الفيل والزرافة والنعام والخرطيط وغيرها منها الحيوانات وكما وجدنا رسمة للإنسان كيف يصطاد في الحيوانات هذه موقعٌ أثريٌ إلى جانب مواقع أثاريةٍ متعددة ميزت التاريخ الليبي بثقافةٍ عاكست مراحل تغيرات المنطقة إذ يعد متحفاً مفتوحاً تشكل في الهواء الطلق ويخبرنا بأثار حياة الإنسان القديم